السلام عليكم ايه الاخبار عامل ايه يا رب تكون كويس دايما الفيديو ده بالكامل مش متحضر الفيديو ده بالكامل ارتجال وانا بحب جدا النوعية دي من الفيديوهات علشان حرفان كل حاجة فيها بتطلع طبيعية كل حاجة فيها بتطلع من غير فلتر وبتطلع عن تجربة شخصية غالبا فببقى مؤمن قوي طبعا كده كده اي حاجة بعملها في فيديو او بعمل فيديو عنها مخصوص ببقى مؤمن بيها او بقى مصدقها بس النوع ده بالذات من الفيديوهات انا بقى مصدق ايه عشان غالبا بتبقى تجربة شخصية انا عديت بيها او حاجة انا عديت بيها ببقى عايزة شاركها معاك بحس ان انا استفدت حاجة على مدار وقت كبير على مدار عمر او او يعني مدة كبيرة فعلا بحب الخصها او بحب اتجيب من الاخر في فيديو خمس ست سبع دقائق فعايزة اقولك ان انت لو شفت الفيديو ده للاخر اوعيدك ان شاء الله ان انت ممكن تستفد كتير مش عشان اما طحب تganي اولا اي حاجة او تجربتك او اي يانستفد الاشتراك او بحس ان او اتاليطا باقى فرصة او انا سواجم اي حاجة او انا استفيد بيها او انا احس ان او طلق بي dokumentation او امي او طبا فى الاخر دي حاجة تستفد بيها اولا كفاة العمل بالامرously في الديه شيء اللي احنا او تعالة او الى اتكلم مع تليه واتجيب من الاخر بس يا ريت بقى قبل ما نبدأ في الفيديو تنزل شترك في القناة او انت رسا مش تركتش وتعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعده اكتر انه ينتشر ودلوقتي بقى عايز اقولك على حاجة انا عايز اقولك ان الاستمرارية هي مش من اهم الحاجات في نجاحك او مش من اهم الحاجات اللي ممكن تخليك تنجح هي الحاجة اللي هتخليك تنجح اصلا في اي حاجة انت بتعملها او اي حاجة انت عايز توصلوها اي ان كانت هي ايه وانا هنا مش بتكلم على اي حاجة تقليدية زي برضو ان انت هتذاكر هتنجح طبعا برضو استمراريتك حتى في المذاكرة هتخليك تنجح في اخر السناء او استمراريتك في التعليم وفي ان انت تشتغل على نفسك هتخليك تخش انترفيو تبقى واثق في نفسك واثق من معلوماتك فتقدي بشكل كويس فلقت شعاري خليك تقبل في الشغلات انا مش بتكلم على الحاجات دي دلوقتي انا بتكلم على الحاجات اللي هتطورك انت على هدف انت عايز توصلو في حياتك على حاجة اكبر شوية من الحاجات دي فاحنا عارفين وشفنا كوتس او كلام كتير قوي عن الكنسستنسي او عن الاستمرارية وقدي ايها مهمة جدا علشان توصل فعلا للي انت عايزو ودي حاجة انا قادر اشوفها في حاجة زي اليوتيوب مثلا اللي عايز ينجح في اليوتيوب او عالانستجرام او يبقى انفلوانسر او ايان كان او حتى ازا فريلانسر لو حد عايز اشتغل فريلانسر فا ايان كان بقى المجال اللي عايز اشتغل فيه الاستمرارية هي فعلا الحل او هي السر اللي بيخلي اي حد ينجح في اي حاجة بس في حاجة بقى تستاهل كتير ان احنا نتكلم فيها شويتين تلاتة انت المفروض تستمر او عشان تنجح بس خلي بالك انت مستمر في ايه انت ممكن جدا انت بقى مستمر في حاجة او ممكن تبقى بتعند في حاجة وبتبزل فيها مجهود ووقت وحاجات كتير والحاجة دي مش هتوصلك اللي انت عايزه فانا دلوقتي عايز اناقش معاك هو انت ايه اللي المفروض تعند فيه وتنحط في الصخر وتبقى عارف بقى ان فعلا هي الكونسستنسي هي الحل والزن على الحاجة دي لحد ما توصلها هي الحل وامتا تلات جو امتا تبقى خلاص يعني اللي انت بتعمله ده تسيبه ما تستمرش وما تعندش وتوفر وقت ومجهود كتير لحاجة تانية المفروض تستمره وتعند فيها امتا ده يحصل وامتا ده يحصل هقولك انا في رأيي الشخصي علشان زي ما قلتلك الفيديو ده مش متحضر الفيديو ده ارتجال وده رأيي الشخصي اللي انا كونته عن الحتة دي بالذات الكونسستنسي او الاستمرارية فاي حاجة انت عايز تنجح فيها مش حاجة سهلة خالص وحاجة فعلا بتستهلك وقت ومجهود وطاقة رهيبة فتستاهل قوي ان انت تحدد اولوياتك وتحدد انت عايز تستمر في ايه ده يحصل ازاي؟ بالسؤال الكليشي جدا اللي انت لو دخلت غالبا اي انترفيو هتتسئله انشايف نفسك فين؟ كم من خمس او عشر سنين على حسب الـ HR اللي بيع من معاك الانترفيو بس لما تيجي تجواب على السؤال ده دلوقتي انسى بقى خالص الاسئلة اللي انت كنت محضرها قبل ما تدخل الانترفيو الاخرانية دي وكنت منزلها من عناتك يعني عادي ساعد بنتزيني ان ننزل اسئلة بقى من عناتك ونقد نذاكرها ونشوف الـ HR بتاع الشركة ده ممكن يسألنا في ايه علشان نخش بقى الانترفيو محضرين اجابات الاسئلة يعني فانسى الاسئلة دي خلص انت دلوقتي قاعد مع نفسك حدد فعلا انت كمان خمس او عشر سنين عايز تشوف نفسك فين؟ عايز توصل ليه في حياتك؟ حددت؟ تخيلت شكل حياتك اللي انت عايز توصله؟ طيب راجع نفسك بقى اللي انت بتعمله دلوقتي ده هيوصلك لده ولا لأ؟ اللي انت بتعمله ده 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 في الاتجاه ده ولا لأ؟ انت عايز كمان خمس سنين تبقى بتعمل نفس الحاجة دي هتبقى فخور بنفسك هتبقى مبسوط طيب الحاجة اللي انت بتعملها دي كمان خمس او ست سنين هتختلف هتوصلك لحاجة مختلفة هي دي اللي انت عايز تبقى فيها ولا هتفضل مثلا خلاص بتعمل نفس الحاجة ومش بتتغير حتى لو اتطورت في نفس الحاجة دي بس هل ده اللي انت عايزه هل ده الحياة اللي انت عايزها لو الشيء اللي انت بتفرق فيه جامد قوي وعمل تبزل مجهود وقت ده مش هيوصلك لللي انت عايزه او مش ده اللي انت عايز تبقى فيه كمان فترة يبقى انت دلوقتي بتضيع وقت يبقى انت دلوقتي مش بتسعى ناحية النجاح او اي حاجة انت حاليا بتضيع وقتك او بتضيع مجهودك وبتضيع طاقة جبيرة جدا غالية جدا ممكن تحطها في حاجة فعلا توصلت للي انت عايزه قدام الغرض من الكلام اللي انا بتكلمه ده ان انا عايزة كل فترة تبص الوراء على حياتك وتقول ياه انا مكنش متخيل لانا ممكن اوصل لده في يوم الايام مكنش متخيل لانا ممكن ابقى هنا في يوم الايام شوف انا كنت فين؟ شوف انا كنت واصل لايه؟ شوف انا كنت لسه صغير قد ايه؟ ودلوقتي بقيت فين؟ هو دي فكرة ان انت تبقى ماشي في اتجاه بيكبرك ناحية الحاجة اللي انت بتحبها او ناحية الحاجة اللي انت عايزة وصلها غير كده انت ماشي في اتجاه غلط غير كده انت بتحرق ارطاقة وتحرق مجهود احتمالي يعلموك بس ضروري جدا تراجع نفسك في الحاجات اللي انت بتعملها وتراجع نفسك في الحاجات اللي بتاخد من طاقتك ومجهودك علشان دول غاليين قوي وحتى لو هيعلموك حاجة فدا هيكون بصورة مؤقتة وهتاخد التعليم اللي انت تعلمته من الحاجة اللي انت خدتها دي او من الحاجة اللي انت دخلت فيها وشكرا خلاص التجربة دي خلصت لازم يبقى دا حجمها لازم يبقى دا حجم اي تجربة انت هتاخدها او اي حاجة انت هتدخل فيها وبعد كده مع اول مراجعة لنفسك تدرك كده دا مش بيوصلك للي انت عايش احساس عظيم بجد جدا ان انت كل سنتين من حياتك تبص على نفسك من سنتين كنت فين كنت عامل ازاي وتبص انا نفسك دلوقتي وتبقى فخور باللي انت وصلت له تبقى مبسوط باللي انت وصلت له وتبقى حاسس بفرق ما تبقاش حاسس ان انا من سنتين زي دلوقتي انا بس برت سنتين مش حاجة حلوة خلص الاحساس دا هتحسه لو انت ماشي على حاجة مش في الاتجاه اللي انت عايزه مش هتوصلك للحاجة او للهدف الكبير اللي انت عايز توصله قدام طيب احنا كل دا بنتكلم على اساس ان انت تراجع نفسك الحاجة دي طب لو انت اصلا مش محدد لنفسك هدف كبير هي دي مشكلة بس حلها دلوقتي لازم لازم تحلها دلوقتي لو حلتها دلوقتي انت حياتك حرفين هتتغير كتير قوي حياتك وانت ماشي بهدف غير خالص حياتك وانت ماشي عادي مش هقولك من غير هدف قوي بس هو الفكرة ان انت ماشي عادي انت عايش علشان تكبر علشان يبقى معك فلوس اكتر علشان تشتغل علشان الى حد ما تعيش حياة مستقرة اكتر يعني ده ما يعتبرش هدف قوي انت لازم تحدد هدف واضح وهدف يتوصله برضو applicable او achievable ان انت توصله ويبقى ده هدف لحياتك حتى بعد ما هتوصله ان شاء الله ربنا يوصله لك على خير هيبقى عندك هدف اخرى بس لازم يقفيه هدف كبير ما يتوصلهش في يوم وليلة فضروري جدا تقعد مع نفسك قاعدة محترمة وتحدد لنفسك الهدف ده وبعد كده بقى تراجع زي ما قلنا تراجع اللي انت بتعمله دلوقتي في حياتك هيوصلك لده ولا لأ ولو مش هيوصلك لده وقفه بعد اذن او لو هو كان ضرورة من ضروريات الحياة او اللي هو انت مش بتعمل حاجة قريدي غير بس الحاجات العادية اللي احنا متعودين عليها بتذاكر وتخش المتحانات وتنجح وخلاص وتعدي ده لو انت في الكلية او في المدرسة لو انت برى الكلية والمدرسة خلاص انت بتروح الشغل كل يوم بترجع بعد الظهر او بعد العصر او حتى بعد المغرب فده العادي ده الستاندرد اللي انت عمرك ما هتوقفه طبعا علشان دي الحاجات الحياتية اللي احنا متعودين عليها واللي لازم تحصل فساعتها انت ختحط جنبها حاجة تحقق الهدف اللانج ترم بتاعك الهدف البعيد بتاعك ضروري جدا تعمل كده وضروري جدا تحدد اولوياتك وترجع نفسك كل فترة في الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك وتخطها قدامك كده بالترتيب وتوقف البيعات طالعا يارب يكون الفيديو ده كان مفيد يعني انا بجد شاركت حاجة من اكتر الحاجات اللي بأثرة فيها الفترة دي ومن اكتر حاجات اللي بقيت مقتنع بيها الواحد دايما بيقول دايما بيقول استمرارية ودايما دايما دايما مش بيراجع نفسه او مش بيلفت نظر الناس حتى ان اه استمرارية مهمة اه الاستمرارية هي الحل او هي المفتاح بتاع النجاح اي حد في اي حاجة بس خلي بالك انت بتستمر في ايه يعني عارف جيب الحاجة هده من مبادئها جيب الحاجة من اصولها اه نستمر بس انت بتستمر في ايه اصلا انت بتستمر في حاجة صح ولا حاجة غلط او حاجة انتش تحبها اصلا مش هتحب النتائجها مرة تانية يا ربي يكون الفيديو كان مفيد بالنسبالك ياريت تشاركني باي فكرة جات في دماغك حتى وانت بتتفرج على الفيديو ده ياريت تعمل لايك للفيديو لو عجبك او تشاره مع صحابك لو حاسس انه ممكن يكون مفيد لأي حد تاني غيرك وياريت كمان تشترك في القناة لو انت رئيس مشتركتش وشكرا جدا ان انت تتفرجت لحد دلوقتي السلام عليكم